مكاسب عقدين من الزمن اليمني تم تدميرها نتيجة حرب السنوات الماضية وفق تقرير حديث للأمم المتحدة التي سبق وان وصفت أكثر من مرة الأزمة الإنسانية في اليمن بأسوي أزمة في العالم التقرير الأممي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة أفاد بأن الصراع الجاري تسبب بتراجع التنمية البشرية بمقدار عشرين عاما حيث أدى السمرار العنف وانعدام الرعاية الصحية ونقص الغذاء إلى مقتل حوالي 250 ألف شخص ترتيب اليمن في مؤشر التنمية البشرية متدن للغاية فالتنمية لم تتعطل فقط بل إنها وفق التقرير الدولي تراجعت بالفعل سنوات إلى الوراء وتبدو الكارثة كامنة في أن إصلاح ما دمرته الحرب سيستغرق عقودا من الزمن حتى لو تحقق السلام قريبا بحسب المسؤول في المرامج الإنمائي أوكلوتسما كانت دراسة بحثية أمريكية استند إليها البرنامج الإنمائي قد توقعت عدة سيناروهات زمنية لانتهاء الصراع في اليمن مستنتجة بأن حجم الخسائر الاقتصادية قد تصل إلى أكثر من 88 مليار دولار إذا منتهت الحرب نهاية 2019 لكن جيلا بأكمله قد يخسر التنمية في حال سمر الصراع إلى عام 2022 بينما ستتضخم نسبة الفقر إلى ما يفوق 70% إذا ما ظل الصراع حتى عام 2030 نتائج الدراسة الأمريكية تجعل المستقبل اليمني مخيفا وغامضا في آن خصوصا وأن الأمم المتحدة خلصت في تقرير برنامجها الإنمائي إلى أن الحرب في اليمن ستقدو على المدى البعيد من أكثر النزاعات تدميرا منذ نهاية الحرب الباردة ترجمة نانسي قنقر